أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد أن الجهات الرقابية ستستمر بتطبيق سبل الوقاية والالتزام بأوامر الدفاع وأن عدم الالتزام من قبل الأفراد والمنشآت قد يضطرنا للعودة إلى الإجراءات المشددة وذلك وفق الظروف الوبائية وتوصيات لجنة الأوبئة وعلى صعيد متصل أكد وزير الداخلية سمير بيضين على الاستمرار في ضبط الأشخاص المخالفين لأوامر الدفاع وتغريم المنشآت المخالفة مهما كان تصنيفها كما شدد الوزير على منع إقامة الحفلات والمناسبات الاجتماعية كبيوت العزاء أو الأفراح بأعداد تزيد عن عشرين شخصا والتأكد من مدى استخدام أدوات الوقاية والكمامات والتباعد الاجتماعي في هذه التجمعات واتخاذ أشد الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين